أخوتي نصور الآن الرمي على طائر الورور باستخدام الكاميرا التي قمنا بتثبيتها لاحظوا نعم تمت إصابة أول طائر كما تلاحظون تمت إصابة بشكل مباشر هذه الكاميرا التي قمنا بصناعتها وتثبيته على المنصب على السلاح طبعا السلاح من نوع 9 ملة خرطوش نحاسة تعبئة يدوية لاحظوا معي الرمي على الطائر الثاني وتمت إصابته لاحظوا معي وشاهدوا هذه اللقطة لاحظوا معي أخوتي نعم هذا الطائر شاهدوا تمت إصابة بشكل جيد ومباشر على هذا الطائر وسقط على الأرض أخوتي كما قلنا التصوير يفي بالغرض لكافة الصيادين وكما قلنا المعدات متوفرة لدي الجميع والطريقة سهلة ووسطة ومتاحة لك الجميع وشكرا لكم السلام عليكم أحبانا ومتابعي على المؤسايد تأتينا الكثير من الرسائل عبر بريد الصفحة عن المواضيع والمقاطع التي نقوم بنشرها حيث أنها مقاطع بجودة عالية ما هي الأسباب وما هي مقاومات الفيديو الناجح هناك الكثير من المقاومات التي تساعد في نجاح الفيديو وأهمها معدات التصوير وهذا ما نلاحظه خاصة في المقاطع الأجنبية إن كانت فرنسية أو روسية أو تركية أو غيرها نلاحظ أيضا أن أغلب الصيادين العرب يكتفون بدشر بعض الصور الفقيرة وبعض المقاطع الغير جيدة وإن كانت موجودة تكون سيئة الجودة وأهم أسباب هذه المقاطع السيئة للجودة عدم توفر معدات التصوير أو فقر حال الكثير من الصيادين وعدم قدرتهم على شراء معدات التصوير اليوم نقدم لكم هذه الطريقة السهلة والبسيطة بصنع أو ابتكار كاميرا التصوير تثبت على البندقية وبوسائل متاحة لدى الجميع أولا نحتاج إلى موبايل يصور بجودة عالية ونحتاج إلى منصب لتصبيت الموبايل موجود في أغلب محلات الموبايلات وبعدد أنواع وأشكال أنا وجدت هذا المنصب وسأعمل عليه ونحتاج إلى ضبة حديدية بهذا الشكل نثبت عليها برغي لتثبيته على المنصب الذي قمنا بشرائه في وقت لاحق على السلاح طبعا هذا المنصب هذا المنصب نثبته على هذه الضبة على هذا البرغي هذه الضبة كما ذكرنا سابقا وثبتنا عليها برغي بتثبيتها على الجزء المخصص بتثبيت الكاميرا نقوم بوضعها داخل السلاح ونشدها بشكل جيد حتى لا يسقط الموبايل أثناء تنفيذ عملية الصيد المنصب المنصب موجود في أغلب محلات الموبايلات بعدد أشكال طبعا أنا هذه الطريقة اعتمدتها بالاعتماد على هذا المنصب نقوم نزع الجزء المخصص بتثبيت الموبايل وتثبيته على البرغي شده بشكل جيد كما تلاحظون ثم نقوم بوضع الموبايل به هنا أصبحت العملية جاهزة بالتصوير طبعا التصوير يكون من أسفل السبطانة والسبطانة موجهة باتجاه الهدف المراد الرمي عليه كما نشاهد أصدقائي أصبحت الكاميرا جاهزة وهي مثبتة على البندقية بشكل جيد ولا تسقط أثناء تنفيذ الحركات الصعبة والمفاجئة أثناء عملية الصيد كما تلاحظون وكما ذكرنا بوقت سابق ثبتنا الكاميرا وشغلناها التصوير من أسفل السبطانة وطبعا تكون السبطانة متجهة باتجاه الهدف عند الرمي على هذا الهدف لاحظوا معي تمت الإصابة الكاميرا ثابتة بشكل ممتاز لا تسقط عند تنفيذ أي حركة مهما كانت صعبة وإن كان الهدف ثابت أو متحرك أو طائر يتم التصوير بشكل ممتاز